تداولت محكمة الأسرة في مصر أغرب دعوة خلع بطلتها النجمة المصرية ياسمين صبري حيث تقدمت سيدة حديثة الزواج بطلب الطلاق خلعا من زوجها بسبب إسراره على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة ياسمين وطلبه الدائم من زوجته أن تقلدها في ملابسها وطريقة كلامها وحركاتها وهو ما ينفي شخصيتها بحسب عريضة الدعوة وأثبتت الزوجة الشابة في عريضة دعوة طلب الطلاق خلعا أن زوجها اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحة تجميل تجعلها قريبة الشبه من ياسمين صبري وأضافت قال لي أنا هديك فلوس وتروحي لدكتور التجميل تعملي عملية عشان أعرف أعيش معاك ونبقى كويسين ويريد تبقي شبه ياسمين صبري وأنا وعيدك أني مش هبعد عنك خالص وأضافت أنها طلبت منه أن يتزوج من سيدة أخرى تقبل بهذا العرض وطلبت منه الطلاق بصورة ودية ولكنهم تنعى عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما وعدم رغبته في إصارة أزمة داخل العائلة ورفضت الزوجة أن تتحول لنسخة من ياسمين صبري وأشارت في الدعوة إلى أنها عانت نفسيا من مقارنته الدائمة بينها وبين الجميلات من المشاهير وبخاصة ياسمين صبري ولم تجد حلا لإنهاء معانتها النفسية إلا طلب الطلاق ترجمة نانسي قنقر